اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة حرس الوزارة على مواصلة تطوير الإجراءات والقرارات التنظيمية للخدمات التي تقدمها بشكل دوري وبالأخص الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال والتحفيز والتسجيع على الابتكار والإبداع في هذا المجال أشار وزير الصناعة والتجارة إلى القرار رقم 51 لسنة 2024 بشأن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي الذي تم من خلاله دمج جميع القرارات السابقة ذات العلاقة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي سجلي ضمن قرار واحد لتسهيل المرجعية على المستثمرين ورواد الأعمال بالإضافة إلى توسيع الشريحة التي بإمكانها الاستفادة من سجلي وذلك من خلال السماح لطالب الترخيص أن يكون مالكا لمؤسسة تجارية فردية أو شركة أو أن يكون عضوا لمجلس إدارة وبين وزير الصناعة والتجارة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للإقبال المتزايد للتاجر البحريني على التسجيل في المحل التجاري الافتراضي سجلي والذي يسمح له بمزاولة الأنشطة التجارية دون الحاجة لعنوان تجاري وذلك تبسيطا لإجراء تأسيس بعض المنشآت التي حددها القرار شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة